لو ترك مش تختار لي واحد اختار لي ثلاثة شايفهم الأفضل في الدورة لمصري هذا الموسم كلاعبين تختار مين؟ ثلاثة انت بتخلينا غامة؟ دوا أدور في الدوري أسلاحنا خلاص في نهاية الموسم خلاص نقدر نختاروه دلوقتي مانختارش من الأول بختار مروان مروان حمدي مروان عطية مروان عطية الاهلي أفضل مروان عطية أنا هتكلم على المصريي مش هاتكلم على الأجانب ماشى اختار مروان عطية وبختار اه عمر كمال عبدالواحد اعمل موسم كويس اتعطل شوية في الاصابة لكن عجبني مستوى ومستغرب انه مجروحش المنتخب اه هاي اللي يعني وعجبني عجبني مين تاني عجبني مين مين عمالة عمالة اقلب في الفرق خبالك هبتعلي في الفرق انش عايز تختار حد تايم الاهلي لا ما هو الاهلي هاني عامل موسم متساعدك بحسين الشحات رائع حسين خاتم بشكل كويس بس عايزين مكسبنا المطشين اللي جايين ان شاء الله امبي فيها تلات اربعة لعيبة افة داف يعني فرود المستقبل ان شاء الله بس هو اخب بالو من نفسه لانه اه كان تارجد بتاع كيروشف اللي جاي فعلا؟ طبعا كان عينه عليه وهو في استرن كامل دي اه طب دي مفاجأة دي انا امرا اسمها وعايز اعايز كمان احيي علاء عبدالعال من المدربين الزكية اللي بتقدر الادوات اللي في اديها صح صح من احسن المدربين اللي بتشتغل على الادوات طبعا عندوش تعالي بالمناسبة بالمناسبة منك قلتلي على افة وكان كيروش عينه عليه كان عينه على مين تاني من اللاعبة السويرة اللي كان شايفهم ممكن يبقوا مستابل اه انا الحقت اوسامة فيصل شدته قبل السفر بطولة العربية على الاخر يوم اوسامة فيصل اه كان عين عليه حسين اتمنى انه يرجع لمستوى تاني اه ماروان باكلفت امبي حاجة حاجة جميلة ده حاجة رائعة تعاليف مين اللي حاجة رائعة جميلة وعلى فكرة هو عامل ما تشط هيلة كمان تعاليف مين اللي حاجة رائعة او برضو لو شاف حركة باخدارك منه ولا محمد حمدي بص حمد حمدي بقول لتامر حلله مشكلته مشكلته ان الناس شايفه باكلفت اه هو ما تشافش باكلفت محمد حمدي يلعب تمانية يلعب جناح حاجة راقية جدا يلعب عشرة انا رأيي طبعا تامر هو لعيب بتاعه لكن هو لو لقى في الباكلفت علشان في نقص في مصر في الباكلفت هيتحرق انا رأيي مش هيطلع كله كورته الحلوان طيب انت اخترت من الى الاثدل فى مصر السنه دي مرأونا اعتى والتناه مين الثانى قلتلك عمر كمال عمر كمال التالت ممكن تخذها حدي من بيرامدز طبعا بيرامدز هقولك مين اللى عامل اداء رائع محمد حمدي محمد حمدي يعني دول تختارهم الثلاثة الافضل عمد حمدي علي بشكل كبير جدا وفيكات عنده نواقص يتطورت فيه بشكل كبير اه بشكل كبير جدا اه